أكدت وزيرة التخطيط هار السعيد أهمية التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية خاصة في مجال تعزيز الصحة ودعم إحداث نقلة نوعية في جميع انحاء العالم وكونها كذلك شريكا رائدا في الاستجابات الصحية العالمية وخلال مشاركتها بالدورة العشرة لمجلس منظمة الصحة العالمية المعنية باقتصاديات الصحة للجميع أشادت السعيد بدور المنظمة المعنية في مساعدة صانعي السياسات على إعادة صياغة تصوراتهم فيما يتعلق بالرعاية الصحية كاستثمار طويل الأجل وأضحت السعيد أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس قد يسهم في إنقاذ حوالي مليون شخص سنويا في جميع انحاء العالم بحلول عام 2050 من خلال خفض تلوث الهواء وحده متابعة أن تجنب أسوأ التأثيرات المناخية يمكن أن يساعد في منع حلوث 250 ألف حالة وفاء إضافيا مرتبطة بالمناخ سنويا من عام 2030 إلى عام 2050 وذلك بشكل أساسي بسبب سوء التغذية والملارية والإسهال والإجهاد الحرارية ترجمة نانسي قنقر